في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترمويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 592 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 24 مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل سرقة سلاح مخدرات وضبط معهم 294 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 88 متهماً وضبط معهم أسلح نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 964 قطع السلاح ناري أبرزها 100 بندقية و80 بندقية ألية و51 مسدساً و733 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و100 خزينة إضافة لـ 1367 قطعة سلاح أبيض وترسيخاً لمبدأ استيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 490 ألفاً و361 حكماً قضائياً من بينهم 1854 حكم جناية و177 ألفاً وخمسون حكم حبسة و241 ألفاً و490 حكم غرمة و69 ألفاً و967 حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط سبعة تشكيلات عصابية ضموا 21 متهماً قاموا بارتكاب 37 حادث سرقة متنوعة وتم كشف غموض 56 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفا وضبط مرتكبوها بإجمالي 102 متهماً وتم إعادة ست سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1694 قضية إدغار في المواد المخدرة بإجمالي 1921 متهماً من بينها قرابة 407.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من 245.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت حوالي 92 كيلو جرام وضبط ما يقرب من 24 كيلو جرام من مخدر الآيس الشابو إضافة إلى ما يزيد على 52.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 34.083 قرص مؤسر و13.947 قرص ترامدول مخدر وعدد 10.214 قرص كيبتاجون مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 66 مليون جنيه كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 40 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة